تغيير النظام بما أنه هذا حل يتفق عليه الكثيرون حقيقة هناك نسبة كبيرة من الناس يتفقون على ذلك لماذا لم تسعى إلى ذلك؟ لأن إيران أولا مساحة إيران تتجاوز ثلاثة أضعاف مساحة العراق ثانيا عدد سكان إيران أكثر من ثلاثة أضعاف عدد سكان العراق عندما أرسل الرئيس الأسبق جورج بوش الجيش الأمريكي إلى العراق لسنة 2003 أرسل أكثر من 150 ألف جندي أمريكي لذلك استطاع غزو واحتلال العراق في فترة قصيرة ولكن لا يمكن احتلال بلد كبير مثل إيران أولا إيران قوية من الناحية العسكرية قوية من ناحية الصواريخ قوية من جميع النواحي وقوية اقتصادياً ولا يمكن للولايات المتحدة أن تحتل بلد مثل إيران في تلك السهولة لذلك لم يكن هناك أي نية لا لدى الحزب الجمهوري ولا لدى الحزب الديمقراطي بالقيام بأي عمل عسكري كما حصل في العراق في إيران نفس الشيء خذ مسألة سوريا الشخص الوحيد الذي كان يقول على أن بشار الأسد عليه أن يتركه هو كان الرئيس أوباما عندما كان بايدن نائباً للرئيس أنا ذلك ولكن الرئيس ترامب لم يفكر بقيام بأي عمل عسكري ضد سوريا يهدف إلى إزاحة الرئيس السوري هل سوف يفعل بايدن كما فعل الرئيس ترامب؟ أستبعد ذلك لأن الرئيس ترامب والرئيس بايدن متفقان على أن لا ضرورة لوجود الجيش الأمريكي في دول مثل سوريا والعراق وأفغانستان ونرى اليوم بأنه يريد أن يسحب الجيش الأمريكي من أفغانستان في سبتمبر القادم وأعتقد بأنه يريد أن يسحب الجيش الأمريكي من العراق في الوقت الحاضر سوف يتم التفاهم مع الحكومة العراقية على سحب المقاتلين في الجيش الأمريكي وعدد الجيش في الوقت الحاضر هو 2500 شخص قد ينخفض العدد لا أدري إلى أي حد ولكن سوف يكون هناك انخفاض في عدد القوات الأمريكية في العراق أيضا طيب ولكن